بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أدمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتداول على منصة IQ Option عنوان المحاضرة في صورة سؤال ما هي الطريقة الصحيحة لفتح الصفقات على منصة IQ Option مبدئيا أول حاجة لازم يعرفها المتداول أن فتح أي صفقة يعتمد على التايم فريم اللي أنا بحسب عليه مدة الشمعة يعني مثلا لو أنا هشتغل على تايم فريم دقيقة فده معناه أن كل شمعة بتتكون قدامي على الشرط مدتها دقيقة واحدة عشان كده كل دقيقة صريحة على الشرط تمثل شمعة صحيحة يعني على الشرط اللي والدامي ده على فريم الدقيقة كل شمعة تمثل واحد دقيقة طيب تعالوا ناخد صفقة لمدة دقيقة على فريم الدقيقة هفتح أيقونة إكسبريشن تايم هختار مدة الصفقة واحد دقيقة من القائمة المنسادلة اللي والدامي دي على فريم الدقيقة هدخل الصفقة بعد الدقيقة 33 ما تخلص بداية دخول الصفقة عند بداية الدقيقة 34 حسب تحليل الفني هدخلها صفقة شراء لمدة دقيقة واحدة بعد مرور الدقيقة انتهت الصفقة بنجاح والحمد لله بس أهم حاجة عندي هو بداية دخول الصفقة لابد وحتما أن أدخل الصفقة مع بداية تكوين الشمع الجديدة بنفس الطريقة لو حبيت أدخل صفقة لمدة 5 دقائق أول حاجة نشوف شكل الشموع على فريم الخمس دقائق وممكن أدخل الصفقة دي عادي على فريم الدقيقة مفيش أي مشكلة بس خلينا على فريم الخمس دقيقة على أساس ان كل شمعة فيه تمثل خمس دقائق طيب تعالوا بهنا نعمل صفقة لمدة خمس دقائق على نفس الفريم الخمس دقيقة أول حاجة عندي تم تحديد زمن الصفقة لمدة 5 دقائق هدخل صفقة بيع بعد نهاية الدقيقة 29 وحتى الدقيقة 34 يعني هدخل ابتداء من الدقيقة 30 31 32 33 34 يبقى كده 5 دقائق وباختياري مدة انتهاء الصفقة من ظهر عندي نهاية الصفقة عند الدقيقة 34 اهم حاجة زي ما قلنا ان انا هدخل بعد نهاية الشمعة الحمراء السابقة اي بعد انتهاء الشمعة الحالية هدخل مع بداية الشمعة الجديدة صفقة بيع لأسفل حسب تحليلي الفني هبوط لمدة 5 دقائق وزي ما هو واضح عندي على الشرط السهم الأحمر يشير لأسفل يعني بداية تكون الشمعة الجديدة التي مدتها 5 دقائق على فريم الخمس دقائق لا زالت الشمعة مستمرة في الهبوط خلال الخمس دقائق اللي هي مدة الصفقة الى ان وصلت للنهاية بعد مرور الخمس دقائق وانتهت بنجاح والحمد لله بس اهم حاجة عندي للمرة المليون بقولها ان دخول الصفقة بيكون مع بداية الشمعة الجديدة ايا كان مدة الصفقة وبنفس الطريقة ممكن اتداول على اي مدة زمنية بنفس الاسلوب وقبل منهي الفيديو حابب بس اريكم شكل الشمعات على فريم الربع ساعة يكون كالاتي كل شمعة فيه هذا الفريم تمثل ربع ساعة وهكذا ممكن اشوف اي فريم في اي وقت على اي مدة زمنية وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والاحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال ولا انسى ان اذكر نفسي واياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لا رازقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته